هي حلوة يا بلدي وكل حاجة والتجديدات بتاعت محطة مصر والطحفة والفروشة اللي تشالت كلها جمدة جدا بردو والمكان بقى طحفة ومحطة مصر بقت منطقة شباسيحية وعملتونا فورة نور وكلفتو بالدنيا تمام صح؟ طب والناس اللي فرشتها تشالت والناس اللي بيتها تخرب الناس اللي بيوتها عمها تتخرب من أول التجديدات الناس دي هتاكل وتشرب منين هي الناس دي ما هقجر 12000 جنيه عشان تروح يعني تتأجر محلو كده والمحلات دلوقتي اللي في المحطة بـ 4 و 5 هيبقوا بـ 20 و بـ 12 و بـ 18 و عشان التجديدات طب الناس دي هتاكل وتشرب منين يعني الناس دي هتوقف مثلا ترحب وبالتجديدات وتبقى فرحانة بالتجديدات هما بيشحتوا يعني ولا جنب التجديدات دول هيعود برضه يشحتوا ولا ايه طالما فيه هدم للفرشات وهدم للباقع الجائلين وهدم للناس دي لازم يكون في فرصة عمل تانية او الوزارة يعني البلد شوف مين متحكم ساعد الوزير شوف يعني محافظة اسكندرية يشوف لهم فرص عمل تانية كده احنا هنعمل نفوره بس نسبة البطول هتعلى بنسبة 50% مثلا لان معظم البيوت بتاعت المحطة كانت ايمة على الفرشات والباقعات الجائلين يعني بيوتهم مفتوحة من الحاجات البسيطة دي دلوقتي احنا هنعملي معاهم بقى عملنا لهم نفوره بعد النفوره ايه الدنيا بقى يعني النفوره دي هتأكلهم وتشربهم ولا ايه نعيز افهم نحط شكلها طحفة الدنيا بقت تمام احنا مع التجديدات بس فين بقى فرص العمل فين بقى الناس اللي عادت من الشغل هتعمل ايه يعني هو هل لو معاه ايجار محل كان هيفرش هو لو كان معاه مكان كبير كان هيمشي بعربية يبقى فيها رز بلبن حلويات كده فدلوقتي احنا خدنا منهم الحاجة اللي كانت مصدر رزقهم هنرجع نقول للشباب ليه بتعمل حاجة غلط الشباب ليه مش هارفها ايه طب ما وسط التجديدات دي نعمل لهم مصانع وسط التجديدات دي نوفر فرص عمل وسط التجديدات دي ان نعمل اماكن الشباب ينفع تشتغل بيها مش مثلا واد نقول لهم محتاجين خبرة محتاجين كلية محتاجين طب ولي مش معايا ايه في الاخير بتزعلوا نسبة البطولة بتاعلى ونسبة الشباب اللي بتبيع حاجات غير مصرحة بتاعلى ونسبة الطلاق طبعا لان في فقر في قلة معيشة في مفيش فلوس فبالتالي مفيش اجيلة وتطلع متعلمة بشكل كويس فبنرجع نخرب البلد بادينا بس عن طرق حاجات يعني بسيطة يعني انا شايفا قبل ما كنا نعمل حاجة كنا نوفر للناس دي فرص عمل طالما كده كده هنشلوم هنمنعوهم ايه اللهم ما بيعملوا صحة ولا لأ